هاي، مولود برج الحمال حاول أنه تكون أكتر ليوني بالتعامل واعتمد الإبتسامي كشعار لإلك من أجل إنجاح مسعيك أما بالحب، عم بتخف التقلبات المزاجية ولو بشكل بسيط، بس الإحساس بالنقص بيضل مسيطر بالانتقال لبرج الثور تبدو سريع التأقلم مع أي ظروف ومستجدات وعم يغلب على طباعك وتصرفاتك المرح أما على صعيد الحب، فيبدو أنك متأكد من صدق المشاعر وعم بتقوم بحسابات خاصة لمعرفة مدى إمكانية الاستمرار بالعلاقة مولود برج الجوزاء رح تلاقي اللي بيغزي فيك طموحات كتيرة وراح يكون الوقت مناسب لإعادة ترتيب الأولويات عم بيكون التفاهم مع المحيط الاجتماعي مليح وراح تنشأ علاقات وصدقات جديدة أما بالحب، خفف من انفعالك وكون أكتر حكمة بقراراتك أما بالنسبة لبرج السرطان بتميل للتحدي وتغيير الأجواء الروتينية بحياتك بس بنفس الوقت عم تصطدم ببعض العادات والتقاليد أو ببعض الإجراءات الضرورية عاطفياً لازم أنك تتذكر دايماً أن الاستقلالية بحياتك الشخصية بتجي دايماً بتمن ننتقل لبرج الأسد عم بتحط خطط عملية ناشحة حتى لو تأخر تنفيذها لبعض الوقت أما عاطفياً فأنت عم بتضيع وقتك بالكلام والوعود بينما واقع الأمر بشير إلى عكس اللي بتحلم فيه ننتقل لبرج العذراء مناسب للتفكير بمصالحك الشخصية والسعي نحو تحقيق أهدافك تبدو أنك نشيط بمجال التواصل مع الآخرين بس لازم أن تكون أقل انفعالاً خلال النقاشات بالحب رح تتوصل لطريقة تفاهم جديدة مع الحبيب مولود برج الميزان إذا حاولت أن تشغل نفسك بتفاصيل معينة يمكن تنجح بالابتعاد عن الغضب والانفعال أما على الصعيد العاطفة ما تتمسك بالأوهام وما تحزن على اللي بيفضل يضل بلك أما بالنسبة لبرج العقرب يكون التركيز اليوم على شؤون ترفيهية أكتر من الأمور الجدية بس نصيحة الفلك هي أنك تعطي المزيد من الوقت والجهد للعمل أو لمشاريع بدك تنجح فيها أما بالحب رح يكون الوقت أكتر مناسب لتقول اللي بقلبك مولود برج القوس عندك حدث وتخطيط جيد وحسن تدبير للأمور وهيدا الأمر اللي عم بيخليك سريع الوصول لأهدافك بس لازم عليك أنك ما تتأثر بشكل عاطفي أو معنوي بأي انتئادات أو ملاحظات عم تسمعها خلال هيدا الفترة أما بالحب عم بتفتش على اللي بيكون لوجودك بحياته معنا مولود برج الجدي يمكن تتلقى المزيد من الردود الإيجابية والأخبار اللي كانت عم تنطرها من زمن أما عاطفيا عم بتعيش تناغ ومبناء مع الحبيب وعم بيكون له دور ومشاركة هامة بأحدى المبادرات اللي عم بتقوم فيها ننتقل لبرج الدلو يومك مناسب للراحة والابتعاد عن كل شي بيشغل البال كما أن الصحتك عم بيبين أنها حساسة وبتحتاج للمزيد من الاهتمام حتى على الصعيد العاطفي لازم حماية مشاعرك وأخيرا وصلنا لمولود برج الحوت عم بتلاقي الوقت للاهتمام بتفاصيل شخصية كتير وعم بتقوم بتغيير أو تعديل كان بالذكية أما على الصعيد العاطفي رح تتلقى مبادرة مميزة من الشريك ورح تكون العلاقة معه ومستقرة أما بالنسبة لمولود اليوم مبدع ومبتكر بيعرف كيف يلاقي الحلول بشكل سريع وعملي بيسابق الزمن ويبدو عليه الانشغال طوال الوقت حتى إذا ما كان مشغول عن جد أما بالحب بيحتاج لللي بيطمنه وبيخفيف من مشاعره القوية ترجمة نانسي قنقر